اعلان اممي جديد بتأيين مبعوث خاص الى اليمن خلفا للموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد البريطاني مارتين جريفت هو المبعوث الثالث منذ بدء الازمة في اليمن يصف الرجل انه صاحب خبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الانسانية غير انه لا امال تعقد على المبعوث الجديد فهناك من يرى ان اي تسوية سياسية لابد ان تأتي من الخارج اذ لا يوجد طرف يقبل بالحوار كما يرى كثيرون مواقف سياسية حادرة تجاه المبعوث الاممي الجديد رغم الترحيب الحكومي فالخضلان الذي منيت به المباحثات في عهد المبعوث السابق اسماعيل ولد الشيخ احمد احبط الامال بحدوث اي تحولات في عملية السلام باليمن يتساءل مراقبون عن الدور الذي يمكن ان يلعبه المبعوث الاممي خصوصا انه جاء عقب صدور التقرير عن لجنة الخبراء الدوليين الذي اشار صراحة الى التداعيات التي خلفتها ثلاث سنوات من النزاع والتي تكاد تودي باليمن يقول التقرير بدلا من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة وليس لدى اي من هذه الكيانة من الدعم السياسي او القوة العسكرية ما يمكنه من اعادة توحيد البلد او تحقيق نصر في ميدان القتال توقعات بان نجاح المبعوث الاممي البريطاني الجديد في مهمته الجديدة يعتمد بالاساس على قدرة المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة ومجلس الامن وجامعة الدول العربية على استخدام آلياتهم لكبح جماح الحوتيين والزام كافة الاطراف بالجلوس الى مائدة المفاوضات في بلد يمضي نحو هاوية انسانية بتسارع محموم يظل التساؤل الاكثر فزعا حول اليمن اذا ما كان هذا البلد المتعب سيذهب نحو التقسيم او المحاصصة الدولية